الرئيس السيسي يؤكد عمقل على قدر الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة بايدن يستضيف اليوم قمة المناخ عبر الفيديو كونفرنس تزامنا مع يوم الأرض مسؤولون أمريكي يؤكد أن واشنطن أطلع التهران على الأقوبات التي يمكن رفعها للعودة للاتفاق النووي الخامس الصباحا الثالثة بتوقيت جنانية شموكات الإخبارية أتيكم من القاهرة أهلا بكم أكد رئيس عبد الفدح السيسي عمقل على قدر الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والتي تمثل أهمية بالغة في ظل ما يشهده المحيط الإقلامي من أزمات تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها جاء ذلك خلال استقباله رونالد لاودور رئيس الكونغرس اليهودي العالمي بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة وصرح المتحدث باسم رئيس الجمهورية سفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء همية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة متابعة تطبيقات القرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الشدة والحسب جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء حيث تم استعراض وآخر مستجدات الموقف الوبائي للفيروس وأشارت وزيرة الصحة هل زايد الارتفاع ملحوظ في معدل الإصابات الإسبوعية وأشارت وزيرة الصحة أيضا لاتخاذ إجراءات للتعامل مع تزايد الإصابات خاصة بالمحافظات التي شهدت ارتفاعا ملحوظا لافدة إلى أن الإجراءات التنفيذية لمواجهة أزمة فيروس كورونا في سهاج تمثلت في تحويل عدد من مستشفيات إلى مستشفيات عزل وفرز بكامل طاقتها مشددة على استمرار جهود تأمين احتياجات المستشفيات على مستوى الجمهورية من الأكسجن الطبي أعلن التحالف العربية اعتراض تائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مبشيد بجنوب السعودية وأكد التحالف يبين له على اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس قمة المناخ بالتزامن مع يوم الأرض بحضور نحو 40 من قادة دول العالم عبر الفيديو كونفرنس في خطوة تسعى الولايات المتحدة من خلالها لتأكيد استعادتها لقيادة الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي وتستمر القمة يومين وتتضمن جلساتها بعض الكلمات والعروض العلمية وجلسات افتراضية مصغرة وستتناول الاختراعات التكنولوجية وخلق فرص العمل والطرق اللازمة على المدى البعيد لإبطاء التغيرات المناخية أفاد مسؤول أمريكي رفيع في وزارة الخارجية أن بلاده أطلعت إيران على تفاصيل بشأن العقوبات التي تستعد واشنطن لرفعها في إطار العودة للاتفاق النووي ورغم ذلك أكد المسؤول الأمريكي أن خلافات مهمة لا تزال قائمة بين الولايات المتحدة وإيران وأن المفاوضات مازالت أبعد ما تكون عن تحقيق نتيجة خاصة فيما يتعلق بالخطوات التي ينبغي لإيران اتخاذها من أجل العودة للامتثال لالتزاماتها بكبح برنامجها النووي أكد البيت الأبيض استمرار المحادثات رفيع المستوى بشأن عقد قمة محتملة بين رئيس جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وأوضح البيت الأبيض في بيانا له أن رئيس بايدن يرى وجود فرصة لإجراء محادثات مع روسيا بشأن قضايا عدة بينها الانتشار النووي وملفه الإيران يأتي ذلك بعد أن كان الكريملين قد أعلن في وقتا سابقاً القرارة النهائية بشأن كيفية التجاوب مع اقتراح الولايات المتحدة لعقد القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن يعود إلى الزعيم الروسي شكراً لكم على حسن المتابعة شكراً لكم على المشاهدة